الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم في لقاء إيماني جديد نعيش فيه مع صحبة حول الحبيب صلى الله عليه وسلم جاهدوا معه وعاشوا معه وما غاب عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما زلنا نواصل حديثنا ولقاءنا عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما انتهينا في لقائنا الماضي إلى أن عمر ابن الخطاب لما طعن جلس الناس حوله فإذا بأحد الجلساء يقول له يا أمير المؤمنين لو عهدت بالأمر من بعدك إلى عبد الله بن عمر فإنه أرض أصحاب رسول الله إلى أصحاب رسول الله وإنه لها أهل الصحابة الأكابر منهم حضور علي رضوان الله عليه حاضر عثمان رضوان الله عليه حاضر كذلك كثير من الأنصار حضور وكلهم رضي هذا وما اعترض منهم أحد فإذا بعمر ابن الخطاب يقول له يكفي أن يسأل واحد من آل عمر عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يلتفت إلى هذا الذي قال ويقول وأنت والله ما قلتها لله إذن يرسي عمر ابن الخطاب مبدأا أن هذه ليست تشريفا قدر ما هي تكليف وليست مغنما قدر ما هي مغن وليست عطاء قدر ما هي ابتلاء واختبار من الله تبارك وتعالى إذن فهو يخاف على عبد الله بن عمر يخاف أن لا يثبت عندها يخاف عليه من مغبة هذا الأمر وإن كان أهلا لها وإن كان من أصلح الناس لها ثم يريد عمر ابن الخطاب أن يجبر خاطر ولده فيقول لكني أترك الأمر في الستة الذين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فيحدد الستة أصحاب الشورى ثم يقول ويحضر معهم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء إذن فسيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليهم يحضر مع الستة أصحاب الشورى لكنه ليس له من الأمر شيء يعني لا يستوزر فيها ولا يعين قاضياً فيها وكذلك ليس له من هذا الأمر إلا أن يحضر معهم تشريفاً له وجبراً لخاطره وإكراماً لعمر بن الخطاب فيه سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما كان كثير الصيام كثير الصلاة لكنه كان لا يقوم من الليل إلا قليلاً فسيدنا عبد الله بن عمر يقول كنت شاباً عزباً أبيت في المسجد فرأيت ليلة وأنا نائم كأني قد حملت على حريرة خضراء وأني أدخلت الجنة ولا أشير إلى مكان فيها إلا كشف لي ما فيه حتى جاءني ملكاني شديدان فأخذ بكتافي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرون فرأيت فيها أناساً أعرفهم يقول فاشتد هولي وفزعي حتى جاء ملك في هيئة طيبة فقال دعوه ثم قال لي لا ترع يعني لا تخف يقول فلما استيقظت من نومي قصصتها على أم المؤمنين السيدة حفصة فقصتها أم المؤمنين حفصة رضوان الله عليها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل معنى ذلك أنه لم يكن يقوم من الليل كثيراً قبل هذا الوقت لكنه لما قيل له ذلك يقول فما تركت القيام بعدها في سفر ولا حضر حتى تقول الرواية إن سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما لما كبر وكف بصر كان كذلك يديم قيام الليل فلا ترك ليلة من الليالي إلا وقام فيها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل وهذا يشير إلى أمر عظيم في صناعة الإنسان لا يكتمل بنيانك كرجل مؤمن متدين إلا أن يكون لك من الليل حتى ولو ركعتين في كل ليلة صل ركعتين بعد العشاء وهذا لمن لمن يصلي فكيف إذا كان لا يصلي إذا كان لا يصلي المغرب ولا يصلي العشاء ولا يصلي الصبح ولا يصلي كذلك من الفروض شيئاً إلا أن يصلي الجمعة على استحياء إن صلى بعدنا كثيراً عن رب العالمين تبارك وتعالى وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أقرب الناس إلى رضوان الله وكانوا أقرب الناس إلى طاعة الله تبارك وتعالى سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما كان عظيم السخاء كان لا يسأل شيئاً إلا أخرجه في سبيل الله لا يسأله أحد شيئاً إلا وأعطاه إياه وكان لا يأكل إلا ومعه يتيم في كل وجبة من وجبات طعامه كان لا يأكل إلا ومعه يتيم وكان له أيتام يتعاهدهم جماعة من الأيتام إذا حضر موعد طعامه نادى أرسلوا فلان وفلان 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 فيجتمعون عنده وكان له بعد طعامه شيء حلو يقدم له فكان يشركهم فيه وله جزء بعد أن ينتهوا من طعام يأكلوا ما فضل منهم فسيدنا عبد الله بن عمر دعا الأيتام يوماً وتأخر منهم واحد فما جاء إلا وقد انتهوا من طعامهم وبقي الطعام الذي يأكل منه سيدنا عبد الله بن عمر فإذا بسيدنا عبد الله بن عمر يقول له والله ما فاتك كثير يعني لم يفتك هذا الطعام فخذ هذا طعام فكل فأعطى لهذا اليتيم الطعام الذي كان معداً له هو أو ما تبقى من الطعام الذي كان يأكله هو حتى يحصل البركة من بعد أهل أكلهم وبقي سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما طاوياً ما أكل شيئاً غير أنه سره أن يأكل هؤلاء الأيتام ليقول لكل الدنيا إن العطاء أحب من أن تستأثر لنفسك بالشيء إن فرحك بما تبذل للناس أعظم من فرحك بما توثر به نفسك ويتواصل اللقاء مع أهل العطاء بعد هذا الفاصل فابقوا أهلاً ومرحباً بكم من جديد هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عظيم السخاء هذا بينه وبين الناس يعامل رب العالمين تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم راوياً عن ربه عز وجل عبدي أنفق أنفق عليك فكان لا يرجع أبداً في شيء تركه لله وكان عظيم العطاء لعباد الله كان لا يسأل شيئاً أبداً وقال لا كان يذبح كل جمعة ومع أنه كان يذبح كل جمعة ناقة يوزع لحمها كان لا يأكل اللحم إلا قليلاً جاءه يوماً أحد أقاربه فقال يا عما لقد أحضرت دواء من بلاد العراق قال وما قيمة هذا الدواء يا ولدي قال إذا أكلت أقلة أدخمتك شربته فسري عنك يعني كأنه دواء مهضم إذا أكلت وشبعت وأحسست بالتخمة تشرب هذا فيصرف الله تبارك وتعالى عنك هذه التخمة قال يا بني ولما يعني ما فائدة هذا الدواء قال والله يا ابن أخي ما شبعت منذ شهرين وما أكلت اللحم منذ كذا وكذا مدة طويلة فمعنى ذلك فمعنى ذلك أن سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما كان سخيا على كل عباد الله تبارك وتعالى لكنه كان فيما بينه وبين نفسه متقشفا زاهدا رغم غناء يوسع على الناس لكنه يضبط نفسه انتظارا لما أعد الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين أحد التابعين يقول جئت بعطائي عبد الله بن عمر أربعة آلاف أربعة آلاف درهم وخرجت اليوم الثاني إلى السوق فوجدته يشتري علفا لفرسه نسيئة يعني اشتري بالأجل سلف فتعجبت فعدت إلى بيته وقلت لقد أعطيت لعبد الله بن عمر بالأمس أربعة آلاف فأين ذهبت؟ قالوا ما باتت في بيته خرج بها ففرقها جميعا تصدق بها على الفقراء والمساكين قالوا ومن عجيب ذلك أنه أخرج بقطيفة له أو بعباءة له على كتفه فعاد بغيرها فقلنا له أين ذهبت؟ قال أخرجتها في سبيل الله تبارك وتعالى فكان سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما آية في السخاء والعطاء لرب العالمين تبارك وتعالى كان يعتق أو يكثر من عتق المماليك فأحد العبيد أو المماليك الذي كان عنده كاتبه فخرج إلى بلاد العراق ليعمل حتى يؤدي ثمنه المكاتبة يعني يتفق معه على ثمن بعدما يؤديه يصبح حر فلما جمع كان الاتفاق على عشرة ألف درهم أو عشرين ألف درهم فجمع منها خمسة فجاءه أحد معارفه وقال له أنت هنا تجتهد وتتعب وابن عمر في المدينة يعتق كل يوم من العبيد قال له ماذا أفعل؟ قال رجع إليه فقل له عجزت عن كتابتي فرجع إليه وقال يا صاحب رسول الله عجزت عن الوفاء بما لي عندك من حق قال وما تريد؟ قال أن تكرمني وتعتقني قال أنت حر لوجه الله قال وولدي قال حر قال وزوجتي قال حر قال وأبي وأمي قال أحرار فأعتق في هذا اليوم أكثر من عشرة بسؤال هذا الرجل لماذا؟ لأنه يريد ما أعد الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه خرج في الفتوح فخرج في فتوح العراه وخرج في فتوح الشام وخرج في فتح مصر حتى أن بعض الروايات تذكر أن سيدنا عبد الله بن عمر ممن دفنوا في مصر هنا هناك روايات تاريخية ذكرت أن سيدنا عبد الله بن عمر لما جاء مع الفتح الإسلامي لمصر أقام هنا وكذلك لحق بربه هنا لكن أصح الروايات أنه في مكة المكرمة وانتقل إلى رب العالمين هناك ودفن في مقابر المهاجرين في مكة المكرمة سيدنا عبد الله بن عمر لما قامت الفتن بعد أن رحل أمير المؤمنين عمر وجاء بعد ذلك فتنة قتل سيدنا عثمان رضوان الله عليه اعتزل هذه الفتن جميعا وكان في جملة من اعتزل هذه الفتن سيدنا سعد بن أبي وقص رضوان الله عليهما فلما جاء إليه قالوا يا ابن عمر كيف تعتزل هذا وأنت ترى الحق والباطل قال كل يدعي حقا وكل يدعي قرآنا قالوا فماذا نصنع ألا تخرج للقتال فقال ما قاله سيدنا سعد رضوان الله عليه ايتوني بسيف له لسان إذا ضربت به مؤمنا قال هذا مؤمن فكف عنه وإذا ضربت به كافرا ضرب فقالوا وما نقول فيهم قال قوم عصم الله دماءنا أن تخوض في أو سيوفنا أن تخوض في دمائهم قوم عصم الله سيوفنا أن تخوض في دمائهم فنحن نعصم ألسنتنا أن تخوض في أعراضهم في بعض الروايات نسبت إلى سيدنا عبدالله بن عمر يقول كان في نفسي شيء مما حدث بين علي ومعاوية فنمت في ليلة من الليالي وكأن محكمة قد عقدت وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك نسبت هذه الرواية لسيدنا عبدالله بن عمر رضوان الله عليهم جميعا يقول فرأيتك أن محكمة عقدت وأن رسول الله فيها وعن يمينه أبو بكر وعن يساره عمر وإذا بي واقف على الباب قيل لي ناد على معاوية أو نادي على علي فناديت على علي فأقام والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله ثم خرج فرحا يقول قضي لي ورب الكعبة قضى الله لي نادي على معاوية فناديت على معاوية فأقام طويلا ثم خرج فرحا يقول غفر لي ورب الكعبة فهذا قضي له وهذا غفر له وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه غفر الله لمن غفر وقضى الله لمن قضى اشترك من اشترك لكن سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ظل كذلك صابرا مثابرا مؤثرا جانب السلامة أراد أن لا يشترك في إراقة دم مسلم ولكن كان يستطيع أن يريح الدنيا كلها من ذلك حين طلبوا منه أن يكون الخليفة فلماذا أبا سيدنا عبدالله بن عمر أن يكون خليفة للمسلمين وأميرا للمؤمنين هذا ما نعرفه إن شاء الله تعالى بعد الفاصل فابقوا معنا أهلا ومرحبا بكم من جديد هذا عبدالله بن عمر رضوان الله عليهما لما قتل الخليفة المظلوم سيدنا عثمان عرضت عليه الخلافة قالوا له إن الناس جميعا يرتضون بك إن الناس يرتضون بك خليفة للمسلمين خلفا لعثمان بدل هؤلاء المتنازعين قال كل الناس كذلك قالوا عدا قليل قال لا لا أحب أن تراق جفنة من دم مسلم يعني ملء غطاء صغير من دم مسلم من أجل أن أتولى إمرة المؤمنين ولكني أكون في غبراء الناس ولا أرضى أن تراق الدماء من أجلي هذا تسليم كامل والتزام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه بلغ من انتلزامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تطبيقه الكامل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاصم أولاده من أجل حديث لرسول الله كيف هذا؟ يجلس سيدنا عبد الله بن عمر مع أبنائه فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله ما سيجد الله يعني من أرادت زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه أن تخرج إلى المسجد للصلاة لا يحق له أن يمنعها إذا خرجت ملتزمة محتشمة في هيئة طاعة وعبادة لا تثير فتنة ولا تسعى إلى ريبة فليس له أن يمنعها أبدا هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وليخرج أن تفلات تفلات يعني غير متطيبة وغير متعطرة يعني خرجت للعبادة خرجت لغرض الصلاة يعني لم تتخذ الصلاة حجة لتخرج إنما قرجت للمسجد لأداء عبادة الله تبارك وتعالى فسيدنا عبد الله بن عمر مع أولاده يقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله فولد من أولاد سيدنا عبد الله بن عمر رأى الناس والنساء وما أحدثنا في الشوارع ورأى إن النساء لا يخرجن إلى المسارد كما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لنمنعهن لا يتخذنه دغلا يعني إليه يتخذنه دغلا يعني ما تخدش الخروج للمسجد حجة إن هي خرجة للمسجد وتخرج غير ملتزمة وغير محتشمة وتخرج متطيبة يشم النسر يحعى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا وهذا الولد من أولاد سيدنا عبد الله بن عمر رأى مخالفة النساء فيقول لوالده والله لنمنعهن سيدنا عبد الله بن عمر يغضب ويقول له أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن والله لا أكلمك حتى أموت وظل فعلا لا يكلم هذا الولد حتى مات لماذا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهجر مسلم مسلما فوق ثلاث يلتقيان فيعرضوا هذا ويعرضوا هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وسيدنا عبد الله بن عمر صحابي وولده تابعي إن لم يكن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يهجره حتى يموت نعم لأنه هجره لله يعني لو أنا وجدت واحد يتطاول على القرآن أو يتطاول على رب العالمين تبارك وتعالى أو يتطاول على شخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بالإسلام أو يستهزئ بشعير من شعائر هذا الدين أو يسخر من من يصلون مثلا يسخر من الصيام يسخر من الزكاة يتطاول على أي جزئية من جزئيات هذا الدين تهاونا واستهزاء يجوز لي أن أهجره ولو كان أبي يجوز لي أن أهجره ولو كان أخي بشرط أن يكون فهمي أنا فهم سليم يستند إلى قرآن وسنة وإلى ما عليه إجماع المسلمين أو عليه أكثر المسلمين إنما لو كان الخلاف بيننا وبين بعضنا في مسألة خلافية اختلف فيها العلماء فهذا له رأي فيها وهذا له رأي فيها فلا يجوز لي أبدا أن أهجر مسلما خالفني في الرأي ما دام القرآن الكريم وما دامت السنة المطهرة تحتمل ذلك مثلا بعض الناس يختلفون مثلا في نواقد الوضوء بعض الناس يختلفون في كيفية الطهارة بعض الناس يختلفون مثلا أو العلماء اختلفوا كذلك في القصر والجمع ومدة القصر في بعض ألوان من الزكاة في بعض مسائل استجدت كمعاملات البنوك مثلا أو غيرها هذه مسألة خلافية الخلافية لا يجوز لي أبدا أن أهجر مسلما خالفني في هذا الرأي فسيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليهم يرسخ لمبدأ عظيم من مبادئ هذا الدين أنه يجوز لك أن تهجر من رد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه ما كان لأحد أبدا أن يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك البعض يأتي أحياناً نقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول له الشيخي قال لي إن هذا حديث ضعيف وأنه لا يجوز أن نعمل به نقول له والله شيخك هذا كلامه ضعيف أم كلامه قوي يعرف صنعة الحديث أم لا يعرفها هو من أهل هذا الاختصاص أم ليس من أهله فإن كان من أهله فكلامه مقبول لك لكن نقول دائماً أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كلام كل أحد سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما يهجر ولده الذي يحبه حتى يلقى الله لأنه رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ما يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما أعطاه الله تبارك وتعالى من صفات النبي صلى الله عليه وسلم قوة في بدنه وأعطاه من صفات عمر بن الخطاب سعة في علمه وخشية في قلبه وكان من أورع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرضى بأي نزاع أو خلاف ما دامت الدنيا فيه بلغ من تجرده لله أن سيدنا عمر بن الخطاب انتزع منه يوماً الإبل جماله التي كانت ترعى لما رأى سيدنا عمر قد سمنت وكانت ترعى مع إبل الصدقة فسيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال لمن هذه الإبل قالوا لعبد الله بن عمر قال لعل الراعي أو لعل الأمين يقول هذه إبل بن أمير المؤمنين فأفسحوا لها قال يا أمير المؤمنين أنا آخذها ولن ترعى قال لا والله لا أعطيها لك أبداً بكم اشتريتها قال اشتريتها بكذا وكذا قال لك عندنا أصل الثمن وليس لك شيء زاد عن ذلك وهذا يرسخ لنا أن كونك ممن يلي أمراً في أي مكان لا يبيح لك أن تأخذ من هذا المكان أكثر مما ينتفع به كل الناس إلا أن يكون راتباً لك وبالشرط يظل عبد الله بن عمر ملتزماً بذلك محافظاً على هذا أواهاً متتبعاً لآثار رسول الله معلماً الدنيا كلها كيف كان رسول الله يأخذ الناس إلى رضوان الله تبارك وتعالى حتى لحق بربه في مكة المكرمة ودفن في مقابر المهاجرين وهو من آخر أو آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفاتاً بمكة رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عنا وعن الإسلام وعما بلغ خير الجزاء أسأل الله تبارك وتعالى علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وقلباً خاشعاً وعملاً صالحاً متقبلاً وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة